موسيقى موسيقى بعد ذلك تتوسع دارة إلى الأسرة وإلى الحي إلى المتوى بشكل عام هل في سبكات محددة هي خطوط حمراء يجب أن لا يتعامل بها الأبوين مع الطفل وهل هي مرتبطة بفترة عمرية مخددة قبل أن أذهب فيها بالتأكيد إذا رجبنا للتربية الأطفال السنين الأولى من عمر الطفل هي تنقص اللبنية الأساسية لتكوين الشخصية مستقبلا إذا كان التعامل مع الطفل في سنين الأولى من عمره وبعض العلماء بيقولوا من سنة إلى سبع سنوات أو خمس سنوات فإذا كان التعامل في الفترة دي بوعي وإدراك وتعامل إيجابي إذا معنا نضمن غوام شخصية إيجابية إن شاء الله مستقبلا فإذا كان التعامل بشكل سلبي مع الطفل وفي سلوكيات يعني غير منطقية مع الأطفال فبالتأكيد بتطلح شخصية مهزوزة وغير قادرة على أنها تكون بناءة في المجتمع نعم ممكن عندها أعطاء طيب إذا اتكلمنا في مرحلة التكوين اللي هي تكلمت عنها هذه المرحلة المهمة والفعلا فيها بيكون تكوين شخصية الطفل من خلال السلوك تحديدا اليوم القسوة هي سلوك طبعا إذا مورس من قبل الأبوين فكيف بيكون التأثير على الأطفال لأن في بعض الأباوين هاد عندهم فكرة إنه الطفل داي إذا انت عملتوا بقسوة وكذا هيطلع لقزول قوي وحيطلع لقزول عنده مسؤولية متناسين تماما الجانب النفس ممكن يدأثر بها والطفل في الفترة دي نحن قبل نتكلم عن أثر القسوة على الطفل ليه الأم ولا الأب يمارسوا القسوة على أطفاله عشان اسمع الكلم هناك معتقدات خاطئة نحن خاتلنا في بالنا زي ما ذكرت مننا أنه أنا بأخصو عليه على أن يكون قادر على مواجهة الصعاب المستقبل ونطلع منه شخصية قوية قلت لك عشان اسمع الكلام عشان اسمع الكلام نقصو عليه ذات حاجة غريبة داي يندل بدل على ضحف شخصية المربي نفسه فأنه هو بيجيب احترامه من الطفل عبر القسوة أنا أقصو عليه عشان اسمع كلامي أنا أقصو عليه في التعامل على حساس أنه يكون كلامي عنده مكان عنده وفي بعض الأحيان عندنا مفهوم على حسب الإسلوب اللي تربينا به نحن قاعدين نربي به بدون ما نراجع أثر أيوه نحن قلنا تربينا على الفهم ده وقلنا ما شاء الله لكن أولاد الزمن ده ما بيسمع أكلها فده بين عاقل كما الجيل السابق وعمر عشر سنة تفكير مختلف يعني ما زي الأجالة الفائدة أكيد فالقسوة على الطفل أثار قوي جدا وأشكال كثيرة القسوة ما شرق تصل حد الضرب لكن حتى في التعامل ما بين الأطفال طعني في اللفظ برضو مشكلة أيوه في اللفظ مشكلة حتى في عدم الاهتمام والإهمال أنه أهمل للطفل يعني يكون عنده مشكلة أو في أمهات نسبة للضغوط الممارسة عليهم في البيت من أعمال ومن كثير من المزوليات اللي بتكون وممكن يكون عدد الأطفال برضو ما شاء الله بيكون فيه 2-3-4 في البيت فبعض المرات بيكون فيه مال لبعض الأطفال القسوة يعني برضو أمام الأغران يعني يمكن بيكون ألا تأثير نفسي طبعا أمتين أستخدم القسوة إذا فعلا أنا فقد أستخدمها القسوة تكون بالحزم والقسوة هي ممكن تكون بشكل إيجابي لما أنا أسحب معززات إيجابية بالنسبة للطفل أنا عارفة حاجة فلانية لكن زي ما تكلمنا المرة فاتد عن العناد إذا كان هو بيبدر منه سلوك سلبي أنا ممكن أسحب من حاجاته المعززة بالنسبة له الحاجات اللي هو بيحبها فأسحب منه أحرم منها بغرض أنه يعدي للسلوك المرفوض الغير مرغوب فيه ذكرت واحد من أشكال القسوة الإهمال يعني ما نركز معه على النقيد الحماية الزايدة الشديد للطفل يعني ندري أنه قد يحس أنه محاصر هل ده برضو هل ده شيء إيجابي أم لا سلبي؟ الحماية الزايدة بتصل مرحلة التدليل الدلال أنا بدلل الطفل وأحميه أي حاجة عايزة أي حاجة عايزة ملبى بالنسبة له وفي نفس الوقت في كثير من الأعمال المفترضة أنا أمرن عليه على أساس أنه يكون قادر على انتلاك مهارات تعينه مستقبلا في حياته فبقوم بعمله له أو حتى أعماله الشخصية من أعمال نظافة وأكل وشراب في بعض الأطفال بيدللوا لمرحلة من العمر بيكون ما بيقدر يعمل حاجاته بين نفسه فأنا ضمنت شخصية مستقبلا انتكالية وفي نفس الوقت دائما بترمي اللوم على الآخر بأنه ما قدرت تنجز حاجاته مستقبلا حتى في مجال القراية حتى في احتماله على نفسه في كثير من الحاجات بينتظر أنه الناس تعمل له فلما يجبه ما في اهتمام من الآخرين فبينعكز بأنه دائما تكون تفعله تجاه المجتمع وهو عايشه سلبي ومنتظر أنه حاجاته دائما تكون جاهزة ويعملوها له يعني محمد وأحمد أنا دائما بشوف أنه في أمهات يعني ريح نرسه في الحماية دائما بيقيفوا مع أولادهم هم بيكونوا بيلعبوا في الشارع لكنهم خايفين وبعينوا لهم في الشارع يعني بغض السلوك هذا تأثيره على الطفل وفي شخصيته وفي تكوينه لأي مدى ممكن يكون صحيح والعكس أنا ما بدعو لأنه نحن نخلي الأولاد على راحتهم في الشارع بدون أي متابعة لأنه بعض المرات في أخطار ممكن تواجهوا للاقيها الطفل في الشارع تواجهوا فالمراقبة اللصيقة يتطلع طفل اللي هو بحسب أنه في حماية دائما بالنسبة لي وما بحيث بأنه هو قادر على أنه يواجه مشكلاته بنفسه قد تؤثر على ثقته في نفسه أيوه أكيد فالمتابعة من بعيد مهمة جدا على أساس أنه لما يكون في خطر ممكن يواجهه أنا أقدر أتلافاه في وقت مناسب جدا لكن وكذا حماية إيجابية أيوه حماية إيجابية في نفس الوقت طالما أنه في الشارع مثلا بيلعب مع أقرانه فهنا بيمتلك الثقافة ثقافة التعاون مع الآخر يدريبني كيف شخصيته تكون إيجابية مع الآخرين ويمكن يمارس السلوكيات الغيادية ويكون شخصية غيادية اهتماعية نعم هذه المحاور الكثيرة لكننا نحاول أن نمر عليها سريعا لذلك دعونا نتكلم عن التوقعات سواء كانت توقعات سلبية أو إيجابية أو مثالية لأنه برضو يندرج على التوقعات هذه تعامل أنت قد تتوقع أن الطفل ده فاشل في أي حاجة فتتعامل معه بهذا الشكل أو قد تتوقع أن الطفل ده أي حاجة هو حينجزه فبرضو يتعامل معه بهذا الشكل كيف نوازن الحكاية؟ التوقعات إذا كان سلبية أو مثالية أكثر من اللازم من قبل الأم والأب فتعمل مشكلة ليه؟ لأن الأم والأب هم مصدر الثقة بالنسبة للطفل هم المصدر الأول والأساسي لتلقي المعرفة فالطفل لما نحس من أنه أمه وأبو يتوقع منه توقعات سلبية دائما أنك أنت فاشل وأنك أنت أصلك ما ستعمل حاجة وأنك أنت ما ستنجح أو أنت بليد يعني أنك أنت بليد فهذا دائما يجعل أنه مفهومه لذاته يكون مدني وأكثر شخص يمكن أن يصدق الطفل أمه وأبو فطالما أنه أكثر ناس يسخ فيهم وأكثر ناس كلامهم بالنسبة له وهو كلام يعني الأول فبالتأكيد تأثيره يكون قوي جدا على شخصيته مستقبلا تقدير الزات تكون مشكلة بالنسبة له تقدير الزات مستقبلا بيصهر لنا في عدم الثقة في النفس عدم إنجاز المهام عدم الإحتماد على النفس فدائما يتوقع أنه ينجح في كثير من العقبات والمشاكل يمكن تواجههم والإحباط يكون متملكه مستقبلها التوقعات المثالية فهي تشكل الإحباط من فترة عمرية بدري طفل عندما يكون في عمر أصغر ومنتظري منه أكبر مما هو يستطيع إذا معناها سيتملك الإحباط من الفترة العمرية فهو من طفل يكون محبط إذا معناها سيستطيع أن ينجز أي حاجة من أعمال الموكلة له طيب في بعض الأحايم نجد أمهات تعمل عقوبة تكون إيجابية لطفل في نفس المرض ممكن تضحك فهذا يخش في إطار التوجيه المتزبذب والمعاملة المتزبذبة أثار على الطفل أيضا وأنا كده زيل بعمل له أو حاجة تشويج بالنسبة له عشان لا يرفع الصحب الغرط نعم التزبذب في المعاملة أشكاله كثيرة جدا ممكن يكون واضح في عدم اتفاق الأم والأب على نهج معين في التربية فالأب يقول كلام والأم تقول كلام آخر هذا نعمل أنواع التزبذب في التعامل مع الطفل حتى ممكن الأب نفسه أو الأم نفسها تزبذب في تعاملها مع الطفل بأنه في بعض المرات تمنع عن السلوك بشكل صارم جدا وفي بعض الأحيان تحليو المجال أنه يمارس نفس السلوك أو بعض السلوكيات التي تبدور من الأطفال تدراجع لشخصية مزاجية تحت الأم في اللحظة ممكن تكون شخصية مزاجية أو ممكن تكون في بعض السلوكيات التي نحن نتبه لها نضحك لما الطفل يبدور منه سلوك من السلوكيات بشكل معين نحن كأفراد أسرة ما عندنا مشكلة في أنه السلوك يبدور ممكن نعزز بالضحك لكن ما عارفين أثر الضحك على الطفل بأنه السلوك ده معناها مجاب لما نجو نضيوف أو نمشي نحن ضيوف لناس والطفل يبرز منه السلوك ده فإنه يكون رد في عنا مخالف لرد الفعل لأنه نحن أبدأناه في الأول وهنا بيحصل تشويش للطفل لأنه هل الكلام اللي أنا بعض في اليده صح أو ما صح خطأ أو ما خطأ فدي بتعمل مشكلة عند الطفل بالتأكيد طيب التفرق والتفضيل بين الأبناء يمكن ذي كانت ظهرة في السودان بشكل كبير جدا كان هناك تمييز ضد البنات عندك ولد وعندك بيت أو مش أنت عموما نعم الود والبيت دائما التفضيل بكل الولد على حساب البيت الآن الحياة ده حسرت بشكل كبير لكن ما زالت موجودة نعم ده برضو تأثيره كيف وخلينا نربطه بهمية التعاون بلطف يعني السلح لحياة البنقولة دي كلها الفكرة الأساسية من أم الأبو دي اللي تعاون مع الأطفال بلطف يعني نكون لطيفين في العقاب نكون لطيفين لو دارين نحفز برضو نكون لطيفين في التوجيه نكون لطيفين أكيد التفضيل هو سلوك بيبدر من الأبا والأمهات غاسي جدا على الأطفال نحن بنفتكر أنه الطفل ما حينتبه لأنه أنا بحيب أخو أكتر منه أو بحيب أخته أكتر منه أو زي ما قلت بحيب أنه ما يفهم الكلام ده لكن هم لماحين جدا وأسهانهم صافية جدا وبيقدروا يستوعبوا كثير من البيت وماهرين جدا في لغة الجسد وقرايته يمكن ما يعرفوها بطفاصيلنا نحن الكبار ممكن نقراها لكن هم بيقدروا يستشفوا المشاعر يستجيبوا لأنه خام طبعا فخطره ممكن يكون قوي جدا وأثاره ممكن تصل لحد الانتحار مستقبلا لأنه إذا كان الأم زي ما ذكرنا قبل الأم والأب هم مصدر الثقة بالنسبة للطفل ومصدر الحماية والأمان بالنسبة له فلما نحس بأنه في تفضيل لأخوانه منه إذن معناه هو شخصي مرفوض فهذا سيطلع لنا شخصية غير إيجابية شخصية يعني تحس بأنه هي مرفوضة من داخل البيت أو في إحساس بالنقص كده يعني هو ناقص يمكن أنا حكمل على كده في نقطة مهمة جدا مثلا يعني معروف أنه البني آدم في نفسه يدينه أصابعين وزي بعض فبتأكيد أولادك ديل حيكون عندك الزكي حيكون عندك البسم على الكلام العنيد شوية بكون يعني مندفع في تصرفات فأنا دائما لما نقول لي أولادي أو لواحد من أولادي أنت ما زي فلان أو فلان أحسن منك من أخوانك فأنا كده بكون دخلت في إطار المغارنة أسرع برضو على الأطفال المغارنة إحنا قاعدين نستخدمها بشكل يعني الحدف منه هو يستجعر المزولي يعني إحنا دائما بنقارن ما بين الطفل والآخر دائما بنذكر ليه إجابيات الآخر ونواقل سكينته شوه على الأساس أنه يطور من شخصيته إذا معنا هنا بتكلم بالمنطق مع شخص لا يعيد منطق يعني كأن أنا بتكلم لغة عربية مع شخص لا يجيد إلا اللغة الكازاخستانية مثلا أو اللغة الصينية فالأطفال ما بيجيدوا فهم المنطق في أعمار صغيرة صحيح فتعاملهم دائما بالعواطف فلما أنا غاري إذا معنا أنا بتكلم بمنطق أن أخوك أفضل منك عمل وسوه وفعله وترك وإحنا الكباردة المرات ما بنات عمل بمنطق في المقارنة خصوصا رجب قللك عقل طفل يعني مهما يكبر يعني غير معاملك هذا موضوع آخر حسنا شكت موردي بثل صحيح شكتشل تجندر بالعياة نحن نتجاوز إحنا في مرحلة مهمة جدا ومحتاجين من كل ناس الكارب سواء كان المغارنة هي طبعا هي بزور لل يعني المشاكل ما بين الأخوان فأنا لما أغارن طفل مع طفل طبعا ممكن المغارنة تكون داخل البيت أغارن البيت بالولد أو الولد بالبيت بإدخالته أو أدعمته بأنه هو أفضل منك أو أحسن منك إذا معناه فأنا بزرع بزور بتاعد عداء الشخص اللي أنا بغارنه بيوضع معناه هيكرهه هيكون التوجهات نحو سلبية جدا فأسهل للأسف قاعدين نشوف في مجتمعنا العربي بشكل عام ومجتمعنا السوداني على الخصوص بعض المرات بيكون في عدام بين الأخوان يصل لحد المشاكل جزء كبير منا فعلا نستوفيو هذه المقارنة إحنا وصلنا لنهاية هذه الفقرة شكرين جدا لك محمود المرشد النفسي والأسري شكرا لك الترقية شكرا جزيلا وممكن هيك بصورة مهمة جدا لكل الأباء وكل الأمهات في سلوكيات غد تدمر طفلك إذا أنت منتبهت لهذه السلوكيات